قال ابن الجوزي رحمه الله كلاما يكتب لا أقول بماء الذهب بل بماء العين قال الدنيا وضعت للبلاء أي أن الله عز وجل خلق هذه الدنيا للبلاء فلا تأتي وتقول لماذا أنا في بلاء لماذا أنا في هذا الهم والغم لماذا أنا في هذا الضيق أنت خلقت لهذا البلاء وخلقت في هذا البلاء خلق الإنسان في كبد هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمل فلما تعلمي حقيقة الدنيا لا تتأثري كثيرا ولا تحزني كثيرا ولا تبكي كثيرا ولا تخافي حتى من المستقبل لأنك تعلمين أن الذي قدر عليك البلاء قدر عليك العافية وأن الذي كتب عليك هذا البلاء سيكتب لك الأجر والمعافاة فتثقي بالله وتعلمي أنك بين يدي من هو أرحم بك من أمك وأبيك الدنيا وضعت للبلاء فينبغي للعاقل صاحب العقل وصاحب الفطنة وصاحب اللبي الذي يعرف ربه ويعرف تقديره ويعرف اسمه اللطيف ويعرف أنه إذا ابتلاك بهذا المرض فإنما هي رفعة في درجاتك وتمحص لسيئاتك وتعلمي أن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر لما تعلمي نفسك على الصبر وتعلميها على الجلد وتعلميها على الهدوء وتعلميها أنه لا بأس يا نفس صبري إنما الدنيا صبر ساعة النفس كالطفل نفسك كالطفل الآن عندي طفل لو أجلس أرضع سنتين سيجلس يرضع لو أرضع خمس سنوات سيجلس يرضع لو أواصل رضاعته سيصير شابا وهو يرضع النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضا الطفل هذا سيشب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطمي فنفسي إن دائما أقول لها أنا لما هكذا ولما فلانة مرتاحة وأنا في بلاء ولما فلانة بعافية وأنا أنت لا تعلمين فلانة ما عندها من البلاء أنت لا تظني أن فلانة التي تصور لك أنها خرجت وأنها دخلت وأنها اشترت وأنها سافرت ربما تصور لك هذه الرحلة وهي تبكي ربما تضع يدها على يد زوجها وتقول زوجي حبيبي الله يخليه لي أرسل لي هذه الوردة وأعطني هذه الكيكة ربما لسي أعطاها كف قبل قليل ربما هي وهي متخاصمون لا تختري بما تشاهدي على السوشيال ميديا لا تختري بما تصوره الناس أنها في حياة سعيدة وأنها بمعصية الله عز وجل وتركها للحجاب وتركها للصلاة أنها سعيدة انظري لها عندما تنام آخر الليل هل تنام بهدوء مثلك هل تنام قريرة العين أم تحتاج إلى أدوية أم تبكي من أجفونها من أجل أن تنام لا تجتمع في الدنيا كل شيء لا يجتمع أبدا المال والصحة والراحة لا تجتمع في الدنيا لا بد من بلاء فدام أنك ابتليتي بأمور الدنيا ابتليتي بأشياء تافها ودينك سالم فأنت في خير وأنت في عافية كل قناة إذا كسرت لها جبران وما لكسر قناة الدين جبران فدينك سالم فقل الحمد لله ما فاتك من الدنيا يعوض دام أنك في عافية الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه صحيحا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها أنت تعيش عيشة الملوك إذا كنت بعافية في بيت مستورة عندك ما تأكلين فماذا تريدين لا تكونين ممن عقولها صغيرة تحسد فلانة وفلانة ممن غرقنا في الشهوات وغرقنا بالمعاصي بل إذا أردت أن تغبطي أحد اغبطي أهل القرآن اغبطي أهل الصيام اغبطي أهل الصلاح اغبطي أهل الصدقات والنفقات هؤلاء الذين يغبطون فإذا علمتي أن حقيقة الدنيا كلها بلاء رضيتي وسلمتي لله الأمر وعشتي مرتاحة قريرة العين لا تخافي من مستقبل ولا تبكي وتحزني على ماضي بل ما حدث تقولي قدر الله ما شاء فعل والمستقبل الذي كفاني اليوم وكفاني الأمس سيكفيني المستقبل أن تعيشي برضى مثل هذا الكلام كلام الصحابة وكلام الصالحين وكلام العلماء يزيدنا قوة ويزيدنا يقين ويعطينا زادا ووقودا لأن نستمر في هذه الحياة دون أن نعيش كأيبين حزينين منكسرين بل نعيش أقوياء نعيش كالسراج ننير أنفسنا وننير لغيرنا الدرب جعلني وإياكنا ممن كان مستنيرا في نفسه منيرا لغيره حفظكنا الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته